أو ما سميته ونحته بالهجرة إلى الإنسانية فعلينا الانخراط في هذه الهجرة هذا الذهاب إلى الإنسانية ولكن مع البقاء نحن أنفسنا أيضاً غبر تغيير علاقاتنا لنقول أن الحداثة قد فرضت على أعضاء الإنسانية الحالية أن يهاجروا إلى الإنسانية طبعاً الفكرة المسبقة أو الفهم الخاطئ المتعجل هو أن نظن أن الإنسانية هي الغرب الغرب يدعي الآن أنه الإنسانية الأخيرة أو الإنسانية العليا وفي الحقيقة هو يدعي فقط وهو الآن أكثر أشكال الإنسانية ارتباكاً لأنه لم يعد يوفر ذلك النوع من الإطمئنان الذي كانت تتمتع به الثقافات التقليدية وكانت توفره لأهلها الآن المشكلة هو أن من يهاجر إلى الإنسانية يهاجر وهو يحمل مصادر نفسه معه يعني الإنسانية لن نستوردها عندما نتكلم العربية مثلاً والعربية هي ربما أول مصادر أنفسنا وربما لم يكن ممكناً دخول العرب في الكون الديني الذي كانت تتمتع به إن شاءت الإنسانية المسيحية أو الإنسانية اليهودية وغيرها من الإنسانيات التي وصلت إلى مفهوم النبوة بالمعنى الإبراهيمي والسامي لم يكن يمكن للعرب أن يلتحقوا بحلبة الكلي القديم الإبراهيمي إلا بفضل اللغة العربية اللغة العربية التي أهدت إلينا هذا الحدث الذي هو الحدث القرآني ترجمة نانسي قنقر